حفنة نقود إنها كافية لشراء بعض اللحم فلقد كان يتلذذ في حلمه بطعم اللحم وهو يذوب في فمه إنه مل طعم الخبز الجاف في المفتة في مرق العدس البائت الذي يجود به بعض الجيران تحسس النقود المعدنية التي يمسكها بيده ثم قام من مكانه حلق لحيته اغتسل جيدا بعدها لبس أحسن ما عنده وخرج كان يشعر بانتعاش وخفة لم يشعر بها منذ مدة اهتدى إلى محل كبير قرأ ثمن اللحم فوجده مرتفعا جدا فاشترى بكل ما لديه رطلا واتجه إلى بيته وهو يجري من الفرح ونفاذ الصبر إنقضت أكثر من ساعة ونصف وهو يعد الطعام كانت روائح اللحم المشوي تنتشر في كل مكان ولما حضره ووضعه على المائدة تذكر جارته العجوز المسكينة فلم يطب له الأكل حتى دعاها لتشاركه إياه ثم تذكر جاره الذي يقاسمه طعامه القليل دائما ولم يبخل عليه يوما اكتفى العجوز بقطعة لحم لذيذة إلا أنه كان سعيدا وهو يتناولها مع هؤلاء البائسين مثله ترجمة نانسي قنقر